نتحدث عن طريق الجنة الله سبحانه وتعالى ويجب أن نعرف من طريقنا نحن المساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أي طريق كل طريق فداية قلتنا وقلتنا طبعا وقلتنا وقلتنا محمد صلى الله عليه وسلم وقلتنا كم رحمة للعالمين وقلتنا وقلتنا سورة التوبة الثانية رسول وقلتنا رسول منك منك رسول رسول منانفسكم أخرى من رسلتك. هو من أفضل منكم. من أنفسكم. هو من نفسكم. من نفسكم. من أجلكم. سيكون سعيد إذا تتساعدكم. لأنه يعتبر عنكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو رؤوف رحيم المؤمنين. أودف داميرسف الله سبحانه وتعالى. الله قال يا عبادي إنكم تخطؤون بالليلة والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فاستغفرونا أغفر لكم. يا عبادي. أنت تفضل. أنت تفضل. وأنا أعطيتك. ما علينا أن تفضل. ورسول الله سبحانه وتعالى. ورسول الله سبحانه وتعالى. ورسلت الزمر. وقل يا عبادي الذين أصرفوا على أفوس. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. ورسول الله سبحانه وتعالى. أي حديثة قريرة. ورسول الله سبحانه وتعالى. قال. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى. لن تجعل هذه الحديثة. قال إنك لا تفضل. الله سيخبرك. واغدك ثم ألبسك. أثمأك تلك القادمة. يجعلك مجلسك. وتعالى السهم وعطي الله لك الحفاظة. و الله سبحثهم. بعض الأشخاص يقول لهم. يقول يا عبادة. الله لحبه. الله لا يحبه. لنغطها أقنطة. إذا كان تفضل معجزة أو حدود. لأنك شخص نحن. لذلك هو الله تسمى الغفور الرحيم وكان الله غفور الرحيم. غفور رحيم. كل المسكين. لماذا؟ لأنه يعرفنا. لأنه لقد أصبحتنا وعرفنا. قاله في طريقك. إذا تفعل بعض المسكين، أسألتك. هذا صحيح قليلا. لا يعني أن يذهب بمعامل. وأن يكون محقاً وأن يقوم بحقاً. وأن يجب العملية للتعلم. هذا ليس محقاً. هذا ليس محقاً. هذا ليس محقاً. هذا هو من خطأه. أي حديث المسلمي قلت أيضا. أحب هذا الحديث. الله قال أذنب عبدي ذنب وقال 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 أذنب عبدي ذنب وقال أذنب عبدي ذنب أخرى. بأخذي. انه يجعل السم. فعلم أنه له رب يغفرهم. كان يجعله أنه لديه رب. الله. هو الذي يساعده السم. ويأخذ بالذم. هو الذي يمكنه يجعله أيضاً. لذلك السم. ثم عاد فأذنب. بعد أن يجعله الحسن. يجعله الحسن. ويجعله الله الحسن. الله سبحانه وتعالى قال. يجعله الحسن. يجعله الحسن. يجعله الحسن. يجعله ما شئت. فإني قد غفرت لك. فعله ما تريدك. الله قلت ذلك. فعلم أنه لا إله إلا الله. واستغفرهم بك. طبعاً. سورة محمد. سورة 19. الثالثة. أولاً يا جماعة. يجعله فعلم. يجب أن تعلم. لا يمكنك تعرف الله. فعلم. يجب أن تعرف. إقرأ. أعلم. تعلم. تلك الدين. بعد أن تعرف. تعلم، تصل إلى الثاني والثاني. أرسل الضغفرة. يجب أن تعرف أولاً. لا يمكنك تعرف الله مع جهل. عليك تعرف أولاً، تعرف أولاً. تعرف أولاً، تعرف أولاً. علم مهم جدد. إن كنت تعرف الله مع معصاً. إذا تحرف الله مع معصاً، إذن كنت في الطريق إلى تحسن أو تحراتك. كما إذا كنت تستخدم الله سبحانه وتعالى. وقالوا فعلم أنه لا إله إلا الله. يجب أن تعرف أن الله يستخدم الذي يستخدم. الذي يستخدمه. إذا كنت تحتاج أي شيء فقط تسأله. لا تتساعدك. مع يقين بالقضاء والقدر. مهم جدا. لدينا قصة ذلك إمام أبو داود بني إسرائيل بني إسرائيل. يجب أنه مقتهد في العبادة يجب أن نقل على العبادة. يجب أن تقلع عبادة. ويجب أنه ليس كذلك كلما يستخدمه. أنت مجدد فعلا. أنت مجدد فعلا. أأخذ عبادة معي. أقل معي. قلت على مجدد فعلا. أخذ في الترفير. إخوةه. وعندما أخبره. 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 وكان يخبره. قلت بذلك. الله سنعرفك ونعرفك. الله سبحانه وتعالى. قاله لفت موسى. أخبره. الله سنعرفك يا إخوة. وإعطائه. ونعرفه. من أجل أن يضعه. ماذا يضعه؟ كيف تعرفك أنه؟ كيف تعرفك أن الله سنعرفه؟ الجنة والحفر في المهن الله. لا يمكنك أن تقول لأحدهم بإنفسه أو بإنفسه، وكذلك يمكنك أن تذهب إلى جانجر لتنبه لا يمكن أن تعرف ذلك. حتى رسول الله قال. في الأخير، أريد أن أخبرك حديث عنه بني مالك، ناريته من المسلمين ومام أحمد، الله سبحانه وتعالى مجموعة جداً، إذا كنت تجعله طوبة كذلك، كذا كان في المدواني، كان سببه في المدينة، كان سببه في الخارج، two hundred with the food and everything and so I give up from the He gave up from this기는 one to come back or turning it the Kamel back the return of the Kamel back and he Wow until he died and they said, let me die there. And suddenly he found it coming, with the food and said out of his happiness, he made mistakes. He said, oh, Al-Lah you my you are my servant and your Lord, so usinghta and making the mistake out of his happiness because his life comes again and he said, Allah will be so happy من هذا الرجل. عندما تتعلم و عندما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى. و حديثة أبمس الأشعري. نرى الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يضه بالليل لي يتوبى ومشيء النهار. ويبسط يضه بالنهار لي يتوبى ومشيء الليل. الله سبحانه وتعالى يتبعه كل يومًا ونهاره لقطة توبة. 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 يومًا ونهار. حتى يأتي من الأرد. توبة. أيضًا الله سبحانه وتعالى. رسول الله قال الحديث الإمام البخارة المسلم. ابن عباس نرد الحديث أيضًا. وأنس قالوا صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واديان من الذهب. إذا كان الابن آدم لديه دفعين من الأرد. سوف يرغب على الثاني. و لا يمكن أن تقلق أو تقلق الأبن آدم من الأرد. لكن انظر ما قال. و يتوب الله على من تاب. و الله سوف تقلق الأرد من الذين يقلقوا. من هذا الحديث. ما هو خلق الشيء من الحديث؟ المال سبب من الأسباب الراسية لفساد الإنسان. الحديث والمعي. أحد من المعارض الأمور أو الطريق للحربي الأسئلة للأسئلة. إذا لم يقلقوا هذا المال أو المعيوم بطريق أصبه. طريق سبيل الله. لدعوة. لفعل شيء جيد في الناس. لكن الكثير من العمل أن تكون مملكاً. هذه الناس أصبح مصدفين. ملعقة على صنعك كلاً. إذا لم أعرف على المملكة الحكومة، سوف تبقي في seed. الموضوع الأولى من كلاً من سهل هذه المملكة. لذلك يجب ان تعرف على المملكة. إذا لم تيمكن شعر كلاً. هذا المرحل ايضاً. أم أخبرتكم ايضاً. عِلْم ايضاً. إلا اعلم ، That's what Rasulullah said. If you did not use your علم, Allah gave it to you in the good way that علم will be against you, will harm you. سبحان الله. Imagine that if you have knowledge and use this knowledge for corruption or making corruption, the society or like somebody making this, this bombs and this whatever stuff and all of that stuff they're using for what? Killing people now. You know, is that علم نافع? سبحان الله. People using this computer, using this media or this or whatever, all corruption. They are making corruption. The media now is shaytan. Astaghfirullah. Media and shayar. So to share. Talk about the media. Nowadays, we read sort of. Just read it and think about it. Reflect think. So to share, talk about the media nowadays. In the end, Allah to clear it to you. والشعراء يتبعهم الغوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سبحان الله إلا الذين تأيوا. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. Except to those who believe in Allah and they make righteous good deeds. But that's why you have to know what you're doing because this is سلاح, there's something in your hand. If you don't know a weapon, if you don't know how to use it, you're going to harm yourself. Yeah, knowledge, money, power. and you're going to be like, uh, like, uh, like, uh, like you go get my goop. Yeah. Allah give them power. How they use it for corruption, but be another person, be their name. العبد الصالح, that good man. In Surat Al-Kahf also. قرون. Yes. قرون. Allah give him money. What did he do? فرعون. Allah give him power. Position. What did he do? See, I want you to be in the last page of Surat Al-Kahf. Be like the car name. Don't be like, I like it. Them both power. The car name. He use it for helping people. Uh, Rajul Salah, you know, the story in Surat Al-Kahf. But you go get my go. This people have a name. They're going to make corruption in the end. They're going to kill everybody. They will do a lot of mischief. Uh, inshallah. Yeah, very important to think about all of this stuff, inshallah. And Taube is very important. Um, you know, the story of the man who killed 100 people. Will Allah accept this Taube? Uh, always Allah said. So, uh, Allah's Rahim. And don't put the Rahmat of Allah, the Rahmat of Allah in a small corner like this and say, No, Rahmat of Allah is very tight. No, no. Allah's Rahmat is not very tight. It's big white. And that's the best. It's big. Everything. Subhanallah. He was advising his son. He said, oh, my son. Use your tongue all the time for what? Saying what? Oh, Allah forgive me. Oh, Allah forgive my sin. Oh, Allah forgive me. Why? There is 13 hours. You don't know it. For Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah will never reject anybody asking him. If I say, Allahumma gfirli all the time 247. As much as I say, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli warhamni. You can say that together. Or you can say, If you don't know. But I like Allahumma gfirli warhamni. Why? Because Allah said, He combined gfirli warhamni. Forgiveness, Rahim, mercy. If I say, Allahumma gfirli warhamni. Or Allahumma gfirli. Or gfirli warhamni. You can say that. It's up to you. It's up to you. Uh, Subhanallah. Last thing. He said, واخرج عن يزيد ابن أسلم. يؤتى برجل يوم القيامة. فيقال انطلقوا به إلى النار. فيقول يا رب أين صلاتي. يا رب أين صيامي. فيقول الله عز وجل. اليوم أقنطك من رحمتي. كما كنت تقنط عبادهنا. Sometimes you see some machine. Well, عياذ بالله. What he know about Allah. And the last. جهنم. Hellfire. You're gonna die. Snake. Big snake in the grave. This is what he know. Nothing else. And that person in the day of judgment according to this. رواية. الله سبحانه تعالى will bring him. And they will ask the angel to take him to the hellfire. He said, يا رب. Where is my salah? Where is my صيام? I used to make خوارج. You know, out of the law of Islam. خوارج. You see them. They're burnt like this. And they're عربة الصلاة. They're turbulent like this. and they are praying more than you. But this people يخرجون من الدين كما يخرج السهل من الرمية. Like if you have an arrow and you throw it like this. They are away from the deal like this. رسول الله خوارج. You know, these people, the killers of Muslims. Now that person say يا رب صلاتي يا رب صيامي. Where is my salah and صيام? Allah said, no, 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 no. Today, I will give you up from the mercy of Allah, from my mercy. As you used to to قنط الناس, used to talk about my punishment all the time, all the time, all the time. And the people give up from my mercy. today, I will give you up from the mercy of Allah. Yes, but that's why brothers Allah is Rahim. Allah is Ghafoor. Allah is Tawab. Allah is Salam. Allah is Wadud. Allah is very lovely. Wadud. Subhanallah. So all of this we have to consider that worship Allah with this love. Very important. Inshallah. This is one of the ways Inshallah to the Jannah of Allah. Inshallah, we'll continue later.